بسم الله الرحمن الرحيم استكمالنا لكورس النحو اللي احنا حددنا له يومي الأحد والثلاثاء من كل اسبوع كنا في الفيديوهين السابقين عرفنا نقع الكلمة واخدنا في الفيديو الثاني خدنا المذكر والمؤنس وبدأنا في المفرد والمسنة النهاردة هنستكمل ان شاء الله استكمالا للفيديو السابق هناخد الملحق بالمسنة قلنا ان المسنة هو كل مفرد يسنى بألف ونون على مفرده في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النص والجر هناك اربع كلمات ده اللي علينا في المنهج يعني اربع كلمات يلحقوا بالمسنة لكن هم او بيتعاملوا معاملة المسنة وهما مش مسنة الاربع كلمات ديت كلا وكلتا وسنان وسنتان لان لا مفرد لهم من لفظهم يعني كلا وكلتا احنا هنبدأ لأول بكلا وكلتا كلا اللي بتستخدم للمذكر وكلتا اللي بتستخدم للمؤنس لكن كلا وكلتا هكذا بدون ضمير لا تعرى بأعراب المسنة اما الامت تعرى بأعراب المسنة تعرى بأعراب المسنة اذا اضيفت للضمير يعني تبقى كلاهما او كلتا هما وفي حالة النصب والجرة تبقى كلايهما وكلتيهما يبقى هيكون لها اربع اشكال كلا وكلتا اما انها هتكون بحالة الرفع تبقى كلا وكلتا وفي حالتين نصب والجرة هتبقى كلايهما وكلتيهما يعني نشوف كده هتبقى بالشكل ده في حالة الرفع هتكتب هكذا تبقى كلاهما وكلتا هما كده ده حالة رفع حالتين نصب والجرة هيبقى شكلها كده كلايهما الياءه وكلتيهما ده حالة نصب وحالة الجر طبعا كلا للمذكر وكلتا للمؤنس طيب كلا وكلتا هتعرب ايه هتعرب يا جماعة لو بدون ضمير هتعرب اعراب الاسم المقصور يعني هترفع بالضم المقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وهتجرب الكسر المقدرة اذا كان فيها الضمير ممكن تكون توكيد وممكن تكون غير توكيد نبص الامثلة اللي قدامي اما قول الطالبان كلاهما ناجحان قبل ما تقول توكيد ولا مش توكيد لازم طبعا هو فيه درس مخصوص هناخد فيه التوكيد لكن تعالى بسرعة كده نشوف التلات شروط هنا توفرهم ولا لا بالنسبة للشرط الاول فيه قبل كلاهما او كلتا هما اسم معرفة اه الطالبان اسم معرفة طب هل فيها ضمير ايو فيها ضمير طب هل هي فضلة يعني ايه فضلة يعني ينفع تشيلها من الكلام تعالى نجرب نقوله الطالبان ناجحا تمام يبقى كلاه هنا هتبقى توكيد معنا ومرفوع به مرفوع بالالف ليه بالالف لانه ملحق بالمثنة خد بالك مش مثنة هو ملحق بالمثنة طب المثال التاني شاهدتوا المصرحيتين كلتا هما طبعا نقولت الكلتا هما عشان دي مؤنس وقلت كلتا هما عشان دي اتمنصوبة زي ما حنشوف لان المصرحيتين مفاول به وكلتا هما توكيد عايز تتأكري قبلها معرف فيها الضمير ينفع تتحزف ونقول شاهدتوا المصرحيتين يبقى توكيد معناه ومنصوب باليام. طيب تعال اشوف الامثلة التانية لما اقول لك كيلة الطالبين مجتهدان. كيلة هنا مبتدأ. مرفوع بايه? مرفوع بالضمة المقدرة. هنا بيتعامل معاملة الاسم المقصور اللي هو اخره الف. والطالبين مضاف اليه? كل اللي بيجي بعد كيلة وكلتا سواء ضمير او سواء اسم بيبقى مضاف اليه? طبعا هنا مضاف اليه مجرور باليام ومجتهدان خبر مرفوع بالايه? بالالف لان ده مسن. سلمت على كيلة الفائزة تاني. يبقى كيلة اسم مجرور باليام وعلى متجره. ايه? على متجره الكسرة المقدرة. يمكن هي مش واضحة. نكملها الكسرة المقدرة. والفائزتين مضاف اليه مجرور باليام. طيب ده بالنسبة لايه? لكيلة وكلتا يا شباب. نيجي بقى لاسنان وسنتان اللي هم المذكر والمؤنس وبالمناسبة املائيا يعني. اللي اتنين ما بتحط لهمش همزة لانهما من اسماء الشز. اه طبعا الاسنان وسنتان لهم تلت اشكال. طبعا احنا كده كده هناخد الكلام دوت في درس العدد. لكن يعني نقول كده بسرعة ان هيبقى شكلهم كالاتي. اتنين يا جماعة هيبقى شكلها كده. رقم اسنان. او اسنتان. طبعا هنا هيب حالة رف. وتبقى اسنين. واسنتين في حالتين الايه? نصفه الجر. بيبقى شكل الاتنين ازاي? يا اما اتنين مفرد كده. يعني اسنتان او اسنان. او مركبة مع العشرة. يعني هتبقى رقم اتناشر. او مركبة او معطوفة على لفظ من الفاظ العقود. ايه هم الفاظ العقود. لما عشرين تلاتين اربعين خمسين لحد التسعين. يعني هيبقى شكلها يا اما اتنين مفردة كده. اما اتناشر يا اما اتنين وعشرين او اتنين وتلاتين او اتنين وخمسين لحد اتنين وتسعين. طيب شكلها يبقى ازاي تعالى نبصوا على الاعراب كده عندنا. لما اقول قرأتوا كتابين اسنين. قرأتوا كتابين ايه? اسنين. طبعا اسنين هنا نعت لكلمة كتابين. يبقى ده نعت منصوب اليقل ان كتابين ايه مفعول به. اشتركت اسنتين وخمسون طالبة في الرحلة. طبعا احنا هنقوله بعد كده ان شاء الله في درس العدد اللي احنا كتبناه كده. طبعا اسنتين هم اللي اشتركت. يبقى فعل مرفوع بالالف. لانه ملحق بالمسنة. وخمسون معطوف مرفوع بالواو. لانه برضو ده احنا هناخده بعد كده ان ده اسمه ملحق بجامع المذكر السالم زي ما هنشوف. بعد كده بقول لي حضرة اسنا عشرة طالبا. مين اللي حضر اسنا عشرة. هناخد الجزء الاولان اللي واقسنا. هنقول عنه فعل مرفوع بالالف. وحزفة النون للاضافة. وعشر لحد ما ناخده الاعداد. هتعريبها كالآتي عدد مبني على الفتح لانه مركب. رأيت اسنتين عشرة طالبة. اسنتين مين اللي رأى? انا. رأيته انا. يبقى اسنتين. ده مفعول به منصوب بلياء وحزفة النون منه للاضافة. خد بالك من حاجة لما منتكلم على آآ الملحق بالمسنة. لازم يكون المفرد من لفظه عشان لو انت جيت قلتلي اسنان مفردها واحد. انا حتى لو حتفق معك في كده. فواحد مش نفس مش نفس لفظ اسنان. زي ما نقوله قلمان تبقى قلم. نروح بعد كده بقى يا جماعة لجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم احنا عندنا من اول رقم تلاتة الى ما شاء الله من اعداد هتبقى دي جمي. والجمعة عندنا انواع. ان شاء الله احنا بنعمل فيديو سخير كده لانواع الجمعة. بداية جمع المذكر السالم. هو كل جمعة زاد على مفرده. وونون. ده في حالة الايه? الرفع. او يقونون في حالتين نصبه الايه? والجر. زي مؤمن تبقى مؤمنون مسلم مسلمون او مسلمين طبعا صالح صالحون. لكن لا يجمع جمع المذكر الا حاجتين بس. اول حاجة العلم. العلم اللي امه اسماء. يا اسماء البلاد او اسماء الاشخاص. بس العلم لازم يكون عشان يجمع جمع مذكر لازم يكون مذكر. لازم يكون عاقل. لازم يكون خالي من التاء. خالي من التركيب. خالي من التاء يعني معاوية. مثلا حمزة ما ينفعش نقوله حمزتون ومعاويتون. ولا خالي من التركيب. يعني مش مركب زي سيف الاسلام او عبد الله. دول كلهم ما يجمعوش جمع مذكر. طيب الصفة بقى. الصفة زي طويل وقصير والكلام ده تجمع عايز تجمع لما تكون مذكر. صفة لمذكر. عاقل برضو. آآ خالي من التاء. ليست على وزن افعل المؤنس وفعلاء. يعني الالوان مفيش احمرون واحمرين. ولا على وزن فعلان المؤنس وفعلاء زي ايه? عطشان مفيش عطشانون وعطشانين. وكمان مما لا يستوفي التذكير والتانيس. لان احنا عندنا بعض الصفات زي مثلا كلمة رقوف آآ رقوف نقوله رقوف ورقوم والحاجات ديات ولود زي امرأة ولود ورجل ولود فما نفعش ان احنا نقوله ولودون ووالدين. طيب. عندنا النمازج المؤمنون اخوة. طبعا المؤمنون هي اللي جامعة مذكر. اخوة دي جامعة تكسير. لما ناخد جامعة تكسير نبقى نشرحها. المؤمنون مبتدأ مرفوعه على مطرفه الايه? الواو. فبنرجع برضو نسأل نفس السؤال ليه ما بنقولش وونون. ما بنقولش وونون يا شباب. لان النون عندما تضاف الكلمة تحزف للاضافة. ان الراحمين يرحمهم الله. ان الراحمين في الراحمين اسم ان منصوب علامة نصبه اليه. ده بداية عن جامعة المذكر. ان شاء الله في الفيديو آآ القادم. هناخد الملحق بجامعة المذكر. انتظروني في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.